عدت السقيع الخبراء يحذرون من درجات الحرارة قد تصل ل55 درجة تحت الصفر في أمريكا وأيضا ماذا حدث في الهجوم الباريسي الشهير النهاردة ورد فعل الرئيس ماكرون و43 إيراني بينهم لعب كرة قدم قد يواجهوا الإعدام وفي السعودية أو الدول العربية أيضا ستواجه درجات حرارة قد تصل إلى الصفر كل ده هنتكلم عنه في هذا الفيديو لكن قبل ما نبدأ بفكركم يا جماعة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وأهلا بكم في قناة مساء الأخبار عاصفة شتوية خطرة تكتاح الولايات المتحدة وكندا وإلغاء ألاف الرحلات الجوية للأسف الشديد في عاصفة شتوية رهيبة وخطيرة جدا بتكتاح أمريكا وكندا وشمال المكسيك حاليا حد يقول للناس دي متعودين عن خفاض درجات الحرارة ومتعودين على السقعة ولكن الموضوع المراضي غير كل مرة المراضي درجات الحرارة ممكن توصل لـ 45 درجة تحت الصفر في بعض المناطق وفي خبراء ومحلين قالوا أن العاصفة دي ممكن توصل لـ 55 كمان العاصفة دي نتجه عن رياح وعاصفة شتوية جليدية هبة من القطب الشمالي ناحية كندا وناحية أمريكا وبتصل كمان مداها للولايات الجنوبية المفروض في الوقت ده بتكون الجو عندهم دافي ناحية فلوريدا وناحية المكسيك يعني وصلت لغاية المكسيك ودرجات الحرارة هتكون خطيرة جدا لدرجة أن بايدن النهاردة طلع وقال ما تحسبوش الموضوع عادي ده مش يوم سلجي عادي متعودين عليه زي الأيام اللي كنا بنشوفها واحنا أطفال دي عاصفة خطيرة جدا جدا وحذروا حوالي 135 مليون شخص من سوق الأحوال الجوية وكمان في تحذيرات بإلغاء الرحلات وانتوا عارفين الأيام دي عندهم أعياد وبيبقى الصفر كبير جدا وكتير وزحمة في المطارات ونموجة البرد قد تتسبب في أبرد عيد ميلاد منذ عقود وقالت خدمة التوارئ والأرصاد أن العاصفة الشتوية ممكن تتحول لإعصار كنبلة وده بينتج عن إعصار يعني عاصفة جديدة وسقعة في نفس الوقت فده ممكن يخلي البناء آدم أو أي حد بيقامش في الطريق يوصل للمرحلة أنه يتجمج وفيه حاجة اسمها عدة السقيع عندها السقيع دي بتصيب البناء آدم لما يكون درجة الحرارة مخفضة جدا الأطراف بتاعته زي المناخير زي الإيدين زي الرجلين الصوابع ما بتصلهاش الدم بتزرق وبعدين توصل لمرحلة اللون الأسود بعد كده لو ما تنقص ممكن توصل لمرحلة أنهما يبتروا الأطراف لقدر الله وده قالوا عليها ممكن تحصل في خمس أو عشر دقايق فقط من التعرض لتلك العاصفة يعني مجرد أنه يطلع كده يفتح الباب يخد له هبة حلوة كده ممكن يوصل لمرحلة أنه يقطعوا لقدي بسبب البرد فربنا يسطر خدوا بالكم العرب أخواتنا وحبايبنا في أمريكا في كندا في شمال المكسيك احذروا من تلك العاصفة ما تتهونوش بيها بدايتها النهاردة الجمعة وممكن تستمر كمان لغاية نهاية الأسبوع اللي جاي مش بس أمريكا اللي بتتعرض لمشاكل في درجات الحرارة وانخفاض ولكن كمان السعودية بالرغم من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الخليجية معروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف بطريقة مش طبيعية تخيلوا السعودية بتقول أن هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر كلام ده مش من عندي على موقع روسيا اليوم كشف متحدث الأرصاد في السعودية حسين القحتاني عن موجة بردة عن موجة بردة تصاحب هطول أمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة وخلال مدخلة مع قناة الإخبارية أوضح حسين القحتاني أن المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة بردة بالتزامن مع هطول الأمطار وقال كمان أن المناطق الشمالية ستشهد انخفاض في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المقوي أو ما فوق السفر بدرجتين أو ثلاثة فده برضو تحذير للمملكة والكلام ده كان نداء عاجل حتى في المملكة لبعض الولايات أو بعض الأماكن علشان ياخدوا بالهم من هذه الموجة البردة أما عن إيران وآخر المستجدات فيها فصحيفة الوئام نزلت خبر بيقول تلاتة واربعين إيراني بينهم لعب كرة شهير قد يواجه الإعدام اللي حصل كشف تقرير للشبكة السي ان 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 تلاتة واربعين شخص بينهم لعب كرة قدم شهير اسمه أمير ناصر أزيداني احتمال ان هما يواجهوا عقوبة الإعدام قريبا في إيران وذكر التقرير انه توصل الى تلك المعلومات بعد ان قام بتطقيق وصائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد بالتعاون مع المجموعة الحقوقية الإيرانية اسمها 1500 تسفير وقالت الشبكة ان شهادات الشهود والوصائق الرسمية اللي قدروا ان هما يوصلوا لها وفرت أدلة بتشير الى ان ايران بتعجل المحاكمات ضد المحتجين وان الاحكام في بعض التهم قد تؤدي الى الاعدام وبيتم اصدارها غالبا في جلسة واحدة وفي السياق اكدت منظمة الحقوق الانسان الايرانية ان النظام الايراني اعتقل 39 صحفي على اقل بين 16 سبتمبر و30 نوفمبر في حركة الاعدامات زي ما انتوا شايفين اصبحت كتيرة جدا في ايران بسبب المظاهرات والاحتجاجات الاخيرة طبعا اللي سمع الفيديو الاخير لنزلنا الايل عبداللطيف عن هجوم باريس الكبير وضحايا وقتل بسبب الهجوم العنصري اللي حصل النهاردة من واحد من فرنسا عنده 69 سنة قتل 3 من الاقراض في مركز مجتمعي وايضا مكان لتصفيف الشعر ومكان 3 اماكن راح فيهم قاعد يضرب فيهم النار 3 ماتوا و3 حالاتهم بين الحياة والموت وفيه كمان 3 اصابات تانية حالات خطيرة اتأمل ابدا على الراجل ولكن المشكلة ان الراجل ده كان مفروض محبوس من سنة بسبب حاجة شبه كده فانتوا طلعتوا ليه في نفس التوقيت عشان يعمل حاجة زي دي طبعا اخواتنا وحبايبنا ما سكتوش كان لازم يكون ليهم رد فعل وقادي رد الفعل حركة المجتمع الديمقراطي الكردية السورية بتحمل الحكومة الفرنسية مسئولات حدث باريس وتدعوه لتصعيد الندال لان انتوا ليه طلعتوا الراجل ده هو الراجل معروف انه مجنون ليه طلعتوه حملت حركة المجتمع الديمقراطي الكردية في سوريا الحكومة الفرنسية المسئولية عن المجزرة اللي استهدفت الاقراض في العاصمة الفرنسية باريس ودعت الى الاستنفار وتصعيد الندال وفي هذا الصدد أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بيان بخصوص الهجوم المسلح اللي راح ضيحيته تلاتة وقالت في البيان بعد تهرب محكمة العدل الأوروبية من مسئوليتها الأخلاقية حول إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب رغم حصول المحكمة على عديد من الوصائق اللي بتثبت براءة الحزب من الإرهاب لكن قرار المحكمة جاء بتأثير من الحكومة الفاشية التركية وبعض الحكومات اللي كان لها دور في مخطط تنفيذ المؤامرة الدولية لذلك أصرت المحكمة على بقاء الحزب ضمن لائحة الإرهاب مما أفسح المجال لتنشيط شبكات استخبارات الفاشية التركية لتتأمر على أرادة شعبنا الكردي في المدن الأوروبية تزامنا مع سياسة الهجوم على أعضاء وبرلمان حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا وبكور كردستان قاعدوا بيقولوا أنه طب استخدام الرصاص قاعدوا بقا يتكلموا عن حاجات تانية كتير ولكن النهاردة قالوا أن دي مجزرة تضاف للسجل للعاصمة الفرنسية باريس وبنعتبره امتداد للمجزرة باريس اللي حصلت في 2013 وراحض حياتها ثلاثة برضو من ثورتنا ثلاث ستات سكينة وفيدان وليلة وأكمل البيان وهم متضايقين وطبعا على حسب اللي حصل سمعنا أن نزل كتير جدا ناس منهم وحصلت مواجهات مع الشركة مع الشرطة مع زالة والدنيا متبهدلة هناك وفي الشرطة ضربت عليهم اللي هي الحاجات المسيلة للدموع قنابل مسيلة للدموع وحاجات عشان يمشوهم وفيه ضرب بيحصل حاليا في باريس طب إيه بقى رد فعل الرئيس هل قال حاجة إيه الخطاب أو إيه الكلام اللي قالوا ماكرون عشان يهدي الناس نزل خبر على سكاي نيوز بيقول بعد هجوم باريس ماكرون يديني الاستهداف الشنيع لأكراد فرنسا استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حادث إطلاق النار في العاصمة باريس أصفر عن وقتل ثلاثة وصابت ثلاثة وصفا إيه بالهجوم المشين الذي استهدف أكراد فرنسا يوم الجمعة وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع في قلب باريس قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة وعائلتهم وأحبائهم وقال كمان كل التعاطف مع الضحايا والأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش ومع أسرهم وأحبائهم كل التقدير لقوات شرطتنا على شجاعتها ورباطة جأشها من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي إن المسلح اللي أطلق النار على المركز الثقافي الكردي وصالون حلاف باريس استهدف الأجانب بشكل واضح وقال كمان وزير الداخلية إن الراجل اللي عنده 69 سنة اللي عمل المشكلة دي كان سواء قطر متقاعد وقال إنه حاول يعني بيقول إنه مش متأكد إن كان حاول قتل الأكراد على وجه الخصوص ولا لا وما زلنا لنعرف دوافعه بالضبط وأكد كمان عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلاة للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرف لأنهم قالوا إنه هو عضو كبير جدا في اليمين وبحسب الوزير الفرنسي فإن الرجل عضو في نادي رياضي للرماية وعنده عدة أسلحة مسجلة وردا على سؤال حول ما إذا كان أي من الضحايا في إطلاق النار على صلب حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي قال إن الضحايا على ما يبدو غير معروفين لدى الأجهزة الأمنية والفرنسية وأوضح الوزير إن أمر بتشديد الإجراءات في أماكن التجمع الكردية في فرنسا وكذلك في محيط المقارات الدبلوماسية التركية لأنهم بدلوقتي مطلعين زي ما أنا قلت قرار بالنضال ضد تركيا فممكن نشوف ضرب كمان على السفارات التركية أو السفارة أو كونسولات تركية في فرنسا ولفت إلى إن المسؤولين المعنيين هيجتمعوا لتقييم احتمال وجود تهديد آخر للجالات كردية في باريس أو في أي مكان آخر في فرنسا كده انتهت أخبارنا وأهم حاجة حبائبنا في السعودية وحبائبنا اللي موجودين في أمريكا وكندا أو المكسيك خدوا بالكم من درجة الحرارة ومن العصفة ويريد دايما تتابعوا النشارات الأخبار علشان ما حصل لكوش أي مشكلة شكرا أشوفكم بخير في فيديو جديد كان معكم أختكم ماريو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشاهد الفيديو عشان يوصد لكل الناس ترجمة نانسي قنقر